المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفتس يختتم جولة عالمية وإقليمية لها دون أفق بشأن تجاوز التعقيدات التي تعترض تنفيذ تفاهمة سوكولم وفي القلب منها اتفاق الحديدة جولة بدأت في الرياض حيث التقى نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح ومسؤولين سعوديين ومرات عبر موسكو وأبوظبي وانتهت للعاصمة العمانية مسقاط حيث التقى هناك وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علو بن عبدالله المسؤولين وفقا لوكالة الأنباء العمانية استعرض الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية بالإضافة إلى مساعي الوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن ودول المنطقة وفي المحطة الأخيرة من جولته ناقش المبعوث الأممي ما يصفه المراقبون بالمخارج المناسبة لمأزق الانسحاب الأحادي الجانب الذي نفذه الحوثيون منتصف شهر مايو الماضي خصوصا خلال لقائه المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام وقيادات حوثية أخرى متواجدة معه في العاصمة العمانية في ذلك اللقاء بدأت اهتمامات الجانبين مختلفة إلى حد كبير ففي حين حاول المبعوث الأممي حث الحوثيين على إنجاز خطوة تعيد ثقة إلى مهمته وتشجع الطرف الحكومي على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الحديدة أبلغ ممثل المبعوث الأممي استياء الجماعة مما يصفونه بالتدابر الاقتصادية التي تخذتها الحكومة الشرعية في أعدن في إشارة إلى القرار رقم 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود الذي هدف إلى تجفيف موارد ميليشيا الحوثي من النفط الذي يصل إلى الحديدة من إيران يأتي ذلك وسط أنباء منسوبة إلى مصادر حكومية تحدثت عن تأجير الأمم المتحدة الموعد المقترح لاستيناف عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق الحديدة من منتصف الأسبوع الجاري إلى موعد غير محدد حتى الآن ولأسباب غير معروفة وينتظر الجانب الحكومي اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد لمعرفات الكافية التي سيتم بها معالجة الاختلالات التي لازمت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الذي اعترضت عليه الحكومة لمخالفته الخطة التي اقترحها لوليسجارد من قبل ووافق عليها الطرف الحكومي وممثل والميليشيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر